خطوة جديدة للبنك المركزي بعدا اللها تسهم في الحد من انهيار العملة الوطنية التي تعيش حالة تدهور غير مسبوقة صندوق النقد الدولي شجع على تطبيق نظام مزادات بيع العملة الأجنبية لأول مرة في اليمن مؤكدا ومعه المؤسسات الدولية الداعمة على مراقبة هذه الخطوة كونها ستعزز الإفصاح والشفافية في الواقع يتوقع مراقبون أن يسهم تطبيق هذا النظام الدولي في إزالة شبهات الفساد وغسل الأموال التي علقت بالبنك المركزي وتكرست لدى المؤسسات المالية الدولية ومنها صندوق النقد والبنك الدوليين من المتوقع أيضا أن يكون للنظام المزاد الإلكتروني القدرة على تمكين البنك المركزي من الحصول على الدعم المالي الدولي كونه سيلتزم بمبدأ الامتثال والشفافية خلال الفترات السابقة ظل البنك المركزي عاجزا عن إدارة السياسة النقدية وفشل في التحكم بفائض المعروض النقدي وعبر نظام المزاد الإلكتروني سيكون بمقدوره سحب فائض المعروض والحصول على الأوراق النقدية المحلية لتقطية رواطب موظفية الدولة متجاوزا عملية الطباعة المتكررة لعملة المحلية مصادر النقد الأجنبي هي أيضا ستتمكن السلطة النقدية من إدارتها خاصة أن البنكبات يمتلك نقدا أجنبيا يمكنه من الحد من تشوهات سوق الصرف ويتمثل هذا النقد بالدعم المقدم من صندوق النقد الدولي البالغ 650 مليون دولار و120 مليون دولار المتبقية من الوديعة السعودية و100 مليون دولار المفرج عنها من بنك إنجلترا فضلا عن عائدات نحو 60 ألف برميل من النفط ينتجها اليمن يوميا التجارب الدولية التي انتهجت هذه السياسة نجحت في إلغاء المضاربة بسعر الصرف مما يزيد الثقة بأن ذلك سيوقف إنحدار سعر الريال اليمني وسوة بتلك التجارب وبما ينعكس إيجابا على الواقع المعيشي للمواطن ترجمة نانسي قنقر